قصة معاناته بدأت منذ ما يقارب الثلاث سنوات بعد تعرضه لحادث نفقده القدرة على المشي محمد صاحب الستين عاماً أصبح يعاني الأمرين للوصول إلى بيته في الطابق الخامس أنا معوق بالشاريطة ونسكن في السنكية ميطاج أنا في شمبراء ثلاثة أخوة في شمبراء واحدة يعطوني السكنة إلا عندي حق في هذه البلدة يعطوني السكنة ريشوزي يعني لو كان بيته وكوزينة السكنة كي تكون في الطابق الأرضي ما قدرنا ندرب هذه كلش نقدرنا يجيب ربي إن شاء الله اللي يعاوني يكون معايا كاشما في الطابق الأرضي معانتها كي نحصل نطل برك نطل يعاونوني كي نطل برك مالشي كي ما هنا يا خمس يعيش محمد في بيت العائلة رفقة أشقائه الظروف حتمت عليه الاعتناء بنفسه بمفرده والخروج لقضاء حاجاته يضعه في موقف محرش يجعله يترجى المرة لإعادة إدخاله للعمارة كنت نمشي بطاحت ملاكولون فرتبرال هي دلت لي هكذا ودوسيت على السكنة دير دوسيت على السكنة في بوز الريعة ودير طالب المندوبيا في وسائط الجمهورية في الهنى في البيار لهذه الساعة ما كي ما عندي والو ولصنسور عندنا لصنسور قديمة الباطمة هذي قديمة عندها سبعين سنة ساعات بزاف غير عندها ثلث يام من أربع يام طلعت في الدروج وهبت في الدروج ساعة ساعة نطيح في الدروج اكتير في دوني مشاهد التعب والإرهاق تعكس مدى معاناة محمد عند الخروج والعودة إلى منزله بسبب إعاقته وهو يأمل في الحصول على بيت في الطابق الأرضي يسهل حياته في ظلي الإعاقة ترجمة نانسي قنقر